السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين الكرام كل من يشاهد قناتنا إيركت تي في أشكركم على الوفاء والمتابعة نحن الآن نتواجد عند بحيرة تاسوت المتواجدة بين حضن جبال شامخة هذه البحيرة تشكلت بفعل الفيضانات القادمة من وادي تاسوت الذي لا يعرف معنى النوم والسكوت لا يعرف إلا أن يقدم للسكينة المزاورة ماء عذب يلهيهم عن جفاف القلوب طاغية هذه البحيرة بدأت نشأتها منذ زمان ليس ببعيد تشكلت بفعل التقاء واد أمسين ووادة سوت ما أدى إلى ركوم ضخم من الصخور التي أخلت أخلت سبيل للماء طيور تغرد حوق الشجر والحجر وحتى النحل يأتي ليسد عطشه في هذه البحيرة الجميلة فسبحانك يا خالق المبدع تجل الخلق في الإبداع نعم هكذا يأثون الزوار من كل مناطق يتوافدون كل يوما لزيارة هذا المنظر الخلاب المنسي هو منظر يصارع هذا الزمان والآن هذا الماء الخرير صوته حتى هو يصارع ضد الزمان والبشر الذي لا يعرف إلا الخرابة وهكذا استمرت البحيرة في تقديم في تقديم ما عندها وما لديها من أجل إسعادنا ولكن السؤال المطروح ماذا قدمنا من أجل هذه البحيرة عدرا أيتها البحيرة أعتدد عن كون من صنف البشر لأنهم لا يقدمون شيئا لشيء ما دورهم في الحياة إلا تحويل الأكسجين إلى تناء أكسيد الكربون ذلك البشر الذي يشيد منزله بأحجار وأشجار الغابة عدرا أيتها البحيرة بحيرة من جانبها الحقول من جانبها حقول زراعية تحتوي على كل شيء يلب حاجية مالكها قليل من الجذر والطماطم والنعنع برائحة جميلة عطرها تكمل رونقة المكان رغم قلتها وشجار ملقب بالصفصافة أو بلغة أخرى أمازيغية أصيلة أرق وشجارة البلوطة التي تلتوي عليها أغصان العنب فوق كل غصن يتواجد أكاليل من العنب أبيض اللون وتحت ضل تلك الأشجار ضل يستقبل مخلوقات تأبى رحيل دفاضع وتعابين خنفساء وأشياء أخرى أنواع الطيور ومن ضفة أخرى من البحيرة مساحة شاسعة مليئة بالعشيبية الخضراء تستقبل الزوار في حضنها وتحت أشعة شمس وجو رطب وبارد يعشق فيه الإنسان أي شيء لكن هل سبق هذا المنظر بين حدود التفكير والنسيان أم أن الزمان سيجعل منه مجرد ذكرة عابرة عذرا أيها الإنسان هذا كله فضل من ربكم فرأوني ماذا قدمتم لهذه الطبيعة هل قدمتم شيء أم أنكم تنتظرون لا زال للطبيعة أن تأتيكم بالأشياء مثل هكذا لذلك سأرفع قلمي وستجعل منه مجرد قلم أيها الإنسان لذلك أنا هنا لأتوسل لكل زائر يجعل هذا المكان يلق بزيارته وأن يساهم في نشر توعية من أجل بيئة سليمة بيئة تنتظر منا الكثير كأصدقائها وسكانها وعشاقها وشكرا لكل متتابع يتابعون بتماعون وفكر وذلك للمشاهد الذي يستحق أن نقدم الكثير من أجله شكرا للعقول الراقية التي تسجل إعجابها وأعاد نشرها فنحن من أجلكم نبحث في كوكب الإبداع من شيء تستحقونه معكم أخوكم جواد وأخوكم يونس من رفة بحيرة تسوت أخوكم جواد أخوكم جواد أخوكم جواد أخوكم جواد